موسيقى النشطة الرئيسية من قناة الجزائر الدولية وهذه أبرز عنوينحة موسيقى الإبادة الصهيونية الشاملة تدخل أسبوع ثالث الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزارة في بيتلاهية شهداء في قصف على مدارس ومراكز إيواء في مخيم جباليا اعتقالات للكادر الطبي ودمار واسع داخل وخارج مستشفى كما العدوان والصحة العالمية تصف الوضع بالكارثية موسيقى الجيش الإيراني يعلن مقتل أربعة من جنوده في العدوان الصهيوني طهران تعلن نجاح دفاعاتها في التصدي للهجوم وتؤكد أن عزمها دفاعا نفسها لا حدود لها موسيقى الجزائر تستنكر بشدة العدوان الشني على إيران تدعو المجموعة الدولية إلى كبح جماح الاحتلال الصهيوني دول عربية تدين الهجوم الصهيوني على إيران والأمم المتحدة تحضر من حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط موسيقى تسعة عشر شهيدا في غارات للاحتلال على لبنان في يوم واحد استشهادوا ثلاثة وعشرين نازحا سوريا ضمنهم أطفال جراء مجزارة صهيونية في البقاعة وحزب الله يعلن استهداف قوات الاحتلال قرب بلدة حدودية موسيقى خمسة قتل في غارات ليلية روسية على دينيبروكيا في أوكرانديا روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونياتسك وتؤكد إسقاط سبع عشرة طائرة مسيرة فوق أراضيها وأسعار الغزي في أوروبا عند أعلى مستوى منذ الفين وثلاثة وعشرين موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى التفاصيل والبداية بآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل موسيقى موسيقى استشهد وأصيب عشرات الفلسطيني نسبت في مجزارة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصيوني بقصفها مربعا سكانيا في بلدة بيت لهيا شبال قطع غزة وافدت وكالة الانباء الفلسطينية باستشهاد اكثر من اربعين فلسطينيا بينهم نساء واطفال واصابة اخرين في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكانيا يضم خمسة منازل على الاقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لهيا استشهد ستة فلسطينيين واصيب اخرون السبت في قصف طائرات الاحتلال الحربية جباليا شبال قطع غزة الذي يتعرض لابشع المجازر والتطهير العرقي والنزوح القسري منذ 22 يوما وكشفت مصادر طبية اعلنت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة اخرين في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا النزلة كما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال العشرة من الشهداء والمصابين اثر قصف استهدف مربعا سكانيا يعود لعائلة مقاط في جباليا البلد شمال القطع ظهر هذا اليوم كان هناك استهداف لعائلة مقاط في شرق بركة الشيخ ردوان في مدينة غزة هذا الاستهداف ادى الى اصابة عدد كبير من المواطنين جل هؤلاء المصابين من الاطفال عائلة باكملها كانت داخل هذا المنزل تم استهدافها بدون سابق انظار وبدون تحذير وهناك عدد ايضا من الشهداء وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الانقاض تحاول الطواقم حتى الان ان تقوم بانقاذ ما يمكن انقاذه وانتشال ما يمكن انتشاله من الشهداء هذا واستشهد فلسطينيان واصيب اخرون في غارة استهدفت مدرسة تؤوي نزحين في مخيم جباليا شمال قطع غزة واعلن الدفاع المدني عن اتقاء فلسطينيين واصابة اخرين جراء قصف الاحتلال مدرسة فخورة في مخيم جباليا شمال غزة انسحبت قوات الاحتلال الصليونية السبت من مستشفى كمال عدوان شمالية قطع غزة مخلفة شهداء ودمارا واسعا داخله وحرق منازل وممتلكات لفلسطينيين بمحيط المستشفى الى جانب اعتقال الكادر الطبي بالاضافة لجرحة ومرضى ضمن حرب الابادة والتطهير العرقي المستمرة منذ 22 يوما في اقل من يومين على حصار مستشفى كمال عدوان لم يترك الكيان المحتل خلفه سوى رائحة الموت في مشفى منح الحياة لمصابين استنجدوا بطواقمه الطبية فاصبحوا على حد سواء اما معتقالين او شهداء يوما من حصار رافقه قصف مستمر وتجريف لأسوار ومحيط مستشفى يضم ما لا يقل عن مئتي شخص بين طاقم طبي ونازحين ومرضى ترك ليواجه مصيرهم بلا دواء ولا طعام او حتى شربة ماء ولم تحرك منشادات مدير مستشفى كمال عدوان ضمائر المنظمات الدولية لتوقف العدوان الصهيوني بدلا نستقل المساعدات استقبل الذبابات تكون بقصف مباشر لكل الاقسام المستشفى الآن في بعض البنوء بيوت يتم حلقها ماذا يزول منها يا أخي احنا بنقدم إنسان الإنسانية محفوظا نكون محفوظة بالقواني الإنسانية داخل غرف الأكسجين كان هؤلاء الأطفال يصارعون لأيام من أجل البقاء لكن مخطط الإبادة الصهيوني وضع غرفهم دمن الاستهداف مع آخرين ارتقوا شهداء بينهم نجر مدير مستشفى كمال عدوان مخطط الاحتلال لم يتوقف عند نقطة الاستهداف بل تعداه إلى اعتقال عدد كبير من المتواجدين في المستشفى ومحيطه غير آبه إن كانوا نساء أو طواقم طبية اقتيدوا إلى مراكز التحقيق الميداني ليظل مصيرهم لحد الآن مجهولا طبعا فصلوا للرجال لحال وفصلوا النساء لحال كان من ضمنهم إن الرجال يصفوا طبور لحال ونساء طبور لحال طبعا كانت طريقة ذل كبيرة 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 بالنسبة لشبابنا بحيث إنه يعني أخدوهم بدون أغطية بدون ملابس ما خلفه لاحتلال من دمار في مستشفى كمال عدوان ما هو إلا مخطط ممنهج ومدروس حبكه جنرالات الكيان الصهيون المجرمون بغية إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة في سياق متصل قالت لجنة طوارئه في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة السبتين أكثر من 150 جريحا ومريضا يتوجدون حاليا في المستشفى لا تقدم لهم رعاية صحية وفي تصريحا لعضو اللجنة الصحية أفاد بأن الاحتلال أخرج الكادر الطبية من مستشفى شهيد كمال عدوان وطلب منهم تسليم أنفسهم وأبقى فقط على مدير المستشفى وأربعة من الأطباء مؤكدا أنه لا يوجد أي مكان لإنقاذ الأرواح حاليا في شمالي قطاع غزة والمستشفى تحولت إلى مقابر جمعية كما اعتبر أن حصار مستشفى كمال عدوان وتوقفه عن العمل هو حكم بالموت على كل مريض في شمالي قطاع غزة حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينغ موفو كينغ من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة مشددة على ضرورة وقف الجرائم الصيونية لتفادي حدوث كوارث إنسانية أوضحت موفو كينغ في حديث مع تلفزيون فلسطين أن الكيان الصيونية يواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ولا يستجيب للنداءات الإنسانية بل يستمر في جرائمه بما فيها الإبادة الجمعية متجاهلا قرارة محكمة العدل الدولية المسؤولة الأممية دعت إلى إعادة النظر في عضوية الكيان بالأمم المتحدة بالنظر لما يقترفه من جرائم بحق الفلسطينيين إن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ولا تستجيب للنداءات الدولية التي تدعو لوقف هذه الجرائم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية يعتبر بي ندامغة أمام المحكمة لهذا لابد من إعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وعدم تأخير هذه الخطوة إضافة إلى اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة قال الدفاع المدني والفلسطيني في غزة السبت إن خدماته معطلة كليا بفعل الاستهداف والعضوان الصيوني المستمر على شمال قطاع غزة لثلاثة سبيعة بيان نشره الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عبر قناته على تيليجرام أكد بأن مصالحه لا تستطيع الاستجابة لنداءات ومناشدات عديدة تصل من منازل سكنية تعرضت للقصف والحرق الصيوني في بلدة جباليا والنزل شمالي القطاع ارجع على وراء الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف المواطنين في قطاع غزة وأيضا في منطقة شمال قطاع غزة هناك استهدافات بشكل كبير جدا لمنازل المواطنين المهولة بالسكان لم تستطع طواقم الدفاع المدني بعد تهديدها من قبل قوات احتلال إسرائيلي وإخراجها عن خدمة هي والخدمات الطبية والمنظومة الطبية بشكل عام استهدفت قوات الاحتلال إسرائيلي مجموعة من المواطنين كانوا ينتظرون دخول المساعدات الغبائية لأن الاحتلال إسرائيلي منذ فترة لم يدخل المساعدات إلى المواطنين بعد حرمان طويل الآن يستهدفهم جيش الاحتلال إسرائيلي بالصواريخ المصير حضر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس السبت من تفاقم ما وصفه الوضع الكارثية في شمال قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الصيوني منذ ثلاثة أسابيع جيبريسوس وفي تدوينة نشرها عبر منصة اكس أكد أن عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها الوضع في شمال غزة كارثي عمليات عسكرية كثيفة تحصل داخل مؤسسات صحية وحولها هناك نقص خطير في اللوازم الطبية يضعف إليه وصول محدود للغاية إلى هذه اللوازم ما يحرم أناسا من علاجات حيوية ميدانيا أعلنت كتاب والقسام الجنح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إقاع جنود صهينة بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل مفخخ تحصنوا بداخله في جباليا شمالية قطاع غزة القسام أعلنت أيضا في بلاغ عسكري السبت أن مجاهدها استهدفوا دبابتين تابعتين للاحتلال بقضيفتي اليسين 105 فجر أمس الجمعة شمالية معسكر جباليا هذا وأعلنت كتاب القسام استهداف آليتين لقوة الاحتلال الصهوني شرق جباليا ونشرت الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس عبر قناتها الرسمية على التليجرام مشاهد الاستهداف آليتين بعبوتي الشواض وقضيفة اليسين 105 شرق جباليا شمال قطاع غزة أعلنت وزارة صحة الفلسطينية بغزة عن استشهاد سبعة وسبعين شهيدا ومائتين وتسعة وثمانين جريحا إثل سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال أربع وعشرين ساعة الوزارة وفي مالها اليومي أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العضوان الصهوني إلى اثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين شهيدا بالإضافة إلى مائة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جريحا منذ بداية العضوان الصهوني في السابع من أكتوبر من العام الماضي ارتقى عدد من الشهداء جرأ قصف صهوني استهدف فلسطينيين في مناطق متفرقة شمال وجنوب ووسط قطاع غزة وأفد دفاع المدني الفلسطيني في غزة بسقوط شهيد والعديد من الجرحة برصاص قوات الاحتلال في محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا الشمالا فيما ارتقى آخر جنوب القطاع إثرى قصف طال منطقة قيران النجار في خانيونس كما انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان شهيد وعدد من المصابين في غارة صيونية على بلدة زويدة وآخر جراء قصف فلسطينيين كانوا يجمعون الحطب في مخيم البريج مع نقل شهيد آخر من مخيم المغازي إلى مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع في الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصيوني خلال اقتحامها المتواصل إحارة السلام شرق مدينة طول كرم وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب إسلام جميل العودة بعد ساعات من محاصرته داخل بناية من طرف قوات الاحتلال واشتباكه معها لساعات في حي السلام وكانت القوات الصهيونية قد اقتحمت المنطقة فجر السبت وسط إطلاق كثيف لقذائف الأنرجا والأعيرة النارية مع تحليق لطيران الاستطلاع كما قامت بتدمير البناية المحاصرة واستخدمت والدي الضحية درعين بشريين هذا استشد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون عتمة جنوب قلقيليا في الضفة الغربية وقالت مصادر طبية لبكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا في العشرينات من العمر من قرية عزون عتمة جنوب قلقيليا أصيب بعيار ناري خلال توجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري واجر نقله إلى مستشفى قلقيليا حيث لفظ أنفاسه اعتقلت قوات الاحتلال الصهوني منذ أمس حتى صباحا اليوم السبت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة ضمنهم أطفال وأسرى سابقون وحسب بيان مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى السبت فإن حملة الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة وقد رفقتها عملية تحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلتهم بالإضافة إلى عملية تخريب وتدمير واسعة للمنازل وأشارت الهيئتان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة في غزة إلى أكثر من أحد عشر ألفا وأربعمائة معتقل كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستطان أن الاحتلال الصيوري أصدر سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانين اختارا بهدم وإزالة مبان ومشاءة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2015 الهيئة وضحت في بيان لها السبت أن معظم هذه الاختارات تركزت في محافظة الخليل وبيت لحم ورملة وأكدت أن عام 2023 سجل رقما قياسيا في عدد الاختارات كما اعتبرت الهيئة أن هذا التصعيد سابقة خطيرة تطعن نسيج العمرانية الفلسطينية شهدت عدة عواصمة ومدن أوروبية السبت مسيرات شعبية حاشدة تنديدا بتواصل العدوان الصيونية على قطع غزة ولبنان ومطالبة بمحاسبة الكيان الصيوني على جرائم الحرب التي يقترفها في حق الأبرياء وشرك ألاف المتظاهرين في مسيرات نظمت في عدة عواصمة ومدن أوروبية على غرار العاصمة الألمانية برلين والعاصمة السويدية ستوك هولم والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومدينتي لاهاي الهولندية والزيوريخ السويسرية للمطالبة بوقف فوري ليطلق النار في قطع غزة ولبنان وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين ورفع المتظاهرون لفتات تدعو إلى محاسبة الكيان الصيوني على جرائم حربه مكتملة الأركان والمطالبة بوقف الدعم العسكري الغربي الموجه لصالح القوات الصيونية شهدت عدة مدن مغربية أمس الجمعة مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الألاف من المواطنين للتعبير عن رفضهم التطبيع مع الكيان الصيوني معتبرين ذلك خيانة للقضية الفلسطينية وتجمع المحتجون بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات تدين التطبيع في مظاهرات شملت عدة مدن والتي تأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي منذ إعلان خطوات التقارب بين النظام المغربي والكيان الصيوني في تونس شارك المئات في مظاهرة حاشدة مساء الجمعة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعضوان الصيوني المتواصل على غزة المظاهرة التي دعت إليها تنسقية العمل المشترك من أجل فلسطين انطلقت تأمين ساحة الجمهورية باتجاه شارع الحبيب بورغيبة وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة تونس وندد المتظاهرون بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطع غزة كما هتفوا بشعارات رافضة للدعم الغربي المستمر للاحتلال الصيوني في ظل حرب الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني إلى تصاعد في شرق الأوسط أعلنت إيران مقتلى أربعة عسكريين جراء العضوان الذي شنه الكيان الصيوني فجر السبت على بعض النقاط في طهران وأنحاء أخرى من البلاد وأكد الجيش الإيراني مقتل اثنين من جروده وإصابة أخرين فجر اليوم السبت أثناء تصديه للهجوم الصيوني لترتفع الحصيلة إلى أربعة قتلة بعدما قتل عسكريين أخران متأثرين بجروحهما شن الكيان الصيوني فجر السبت سلسلة غارة جوية على إيران وأفدت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات خاصة في غرب طهران عند حوالي الساعة الثانية والربع فجرا بالتوقيت المحلي وأنقلت الوكالة عن مصدر أمني أن بعض الأصوات التي سمعت كانت نجمة عن نشاط الدفاع الجوي في طهران أثناء تصديه الهجوم هذا وكانت هيئة الدفاع الجوي الإيراني قد أعلنت فجر السبت أن الأحتلال الصيوني استهدف بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخزستان وإيلامة الهيئة وفي بيان لها وضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح لكن أشارت لوقوع أضرار محدودة في بعض النقاط وفق تعبير نص البيانة أعلنت إيران السبت عن استئناف رحلة الجوية في عموم البلاد بعد تعليق قصير جراء الهجوم الصيوني الذي استهدف مواقع عسكرية عدة في البلاد قال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أن رحلات عادت إلى طبيعتها عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء رحلة الجوية على كافة المثالات حتى يشعر آخر أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها لا حدود لها عراقجي في مقابلة مع الموقع التابع للمرشد الأهلاء الإيراني أكد أن طهران احتسعى إلى ترجمة ما أسماه النجاح العسكري إلى إنجازات استراتيجية وسياسية بعيدا عن منطق إغلاق تبادل الردود إيران لا تضع أي حدود لنفسها في الحماية والدفاع عن مصالحها ووحدة أراضيها وشعبها وقد عرضنا خلال رحلاتنا الإقليمية بوضوح مواقف إيران نهائية من القضايا الإقليمية ودفاعها عن نفسها والدفاع عن محور المقاومة تم شرح قدرة إيران على الدفاع عن نفسها وقدرتها على الانتقام من أولئك الذين يعتزمون غزو إيران في ردود الفعل الدولية أدنت جزائر بقوة واستنكرت بشدة الهاجمات العسكرية التي أقدمت عليها مجددا قوات الكيان الصيونية على إيران الخارجية الجزائرية في بيان لها أعربت عن تضامنها مع إيران على إثر العدوان الشنيع الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد وخرقا صارخا لمثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وفق ما ورد في نص بيان الخارجية الجزائرية هذا وشددت الجزائر على المسؤولية الراسخة التي تقع على المجموعة الدولية في كبح جماح الأحتلال الصيوني ووقف تصعيده متعدد الأوجه والجبهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها الخارجية الجزائرية وفي بيان لها أكدت أن الكيان الصيوني أدخل المنطقة في دوامة لا متناهجة من اللأمن ولا استقرار ولا السلم من جهة أدانة موريطانيا بشدة ما سمته الهجوم الإسرائيلي على إيران واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي الخارجية الموريطانية وفي بيان لها نشرت وكالة الأنباء الرسمية نصه حذرت من تضاعف معاناة شعوب المنطقة خاصة في فلسطين ولبنان جراء ما وصفته بتصعيد الأعمال العدائية في المنطقة مجددة الدعوة للمجتمع الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمأساة اليومية للمدنيين الأبرياء وفق نص بيان الخارجية الموريطانية هذا وحذرت تونس من العواقب التي وصفتها بالوخيم شراء الاعتداءات التي شنها الكيان الصيوني على الأراضي الإيرانية الخارجية التونسية وفي بيان لها اعتبرت أن الاعتداء انتهاكا سافر لسيادة إيران واستهتار بالقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ودرجته ضمن ما اعتبرته السعي المحمومة إلى إشعال حرب إقليمية مدمرة للأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها ولكن في العالم بأسرح الخارجية التونسية جددت بالمناسبة نداءها بضرورة أن تسارع المجموعة الدولية إلى تحبل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النهج المستهتر بكل المواثيق الدولية والأخلاقية كما أدنت عدة دول عربية الهجوم الصهورية الذي طال إيران بوصفه انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وأعربت قطر عن قلقها البالغ إذا أتداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن هذا التصعيد فيما استنكرت السعودية الهجوم وصفة إياه بالانتهاك لسيادة طهران من جانبها اعتبرت سلطانة عمان الهجوم تصعيدا يغذي دوامة العنف ويقوض الجهود الرامية للتهدئة وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والديبلوماسية الكويت أدانت من جهتها الهجوم معتبرة أنه يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوة الاحتلال الصهوريوني من خلال انتهاك سيادة الدول فيما قالت الحكومة العرقية أن الكيان الصهوريوني يواصل سياساته العضوانية وتوسعة الصراع في المنطقة ومنهج الاعتداءات السافر التي يرتكبها دون رادع أدى وأدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الصهوريوني على إيران معتبرة إياه تصعيدا خطيرا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة فيما أكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط والتي كان آخرها الهجوم الصهوريوني على الأراضي الإيرانية كما حضرت دول غربية من خطورة تصعيد الصهوريوني المستمر في المنطقة والذي كان آخره الهجوم على الأراضي الإيرانية الخارجية تركية وفي بين لها دعت إلى وضع حد للإرهاب الذي أوجده الكيان الصهوريوني في المنطقة فيما أدنى رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر الهجوم الصهوريوني دعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المنطقة مزيدا من التصعيد الإقليمي كما عربت روسيا في بيان لوزارة خارجيتها عن قلقها الشديد إزاء التصعيد المستمر بين الكيان وإيران وحثت جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب سيناريو كارثي على حد تعبيرها من جانبه أبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقه البالغ لاستمرار التصعيد في شرق الأوسط بعد العدوان الصيونية على إيران وكذا متحدث باسم جوتيريش السابت في بيان أن الأمين العام دعا إلى بدل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة إذ نعرب عن قلقنا البالغ لاستمرار التصعيد في الشرق الأوسط فإننا نكرر نداءنا الملح لجميع الأطراف ليوقفوا كل الأعمال العسكرية بما في ذلك في غزة ولبنان ويبذل كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعود إلى نهج الدبلوماسية أعلنت دمشق السابت صد هجوم صهوني استهدف عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى من سوريا ونقلت بكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن الدفاع الجوية تصدى للعديد من الصواريخ التي أطلقها الكيان الصهوني من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفا المنطقة الجنوبية والوسطى أعلن حزب الله اللبناني السابت قصف قاعدة جوية للأحتلال الصهوني تقع جنوب يافا المحتلة للمرة الأولى منذ بدء العدوان الصهوني على لبنان قبل عام وكذا الحزب في بيان أن العملية تمت بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تلنوف الجوية جنوب يافا المحتلة وصبت أهدفها بدقة مضيفا أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهوني تطورات العدوان الصهوني على لبنان نتابعها بعد الفاصل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء تسعة عشر شهيدا وإصابة مائة وثمانية أشخاص بجروح إثر غرات الاحتلال الصهوني على لبنان خلال أربع وعشرين ساعة وفدت الوزارة في بيانها اليومية عن استشهاد عشرة أشخاص وإصابة ستة وخمسين في الجنوب لما سقط سبعة شهداء وصيب ستة وأربعون جريحا في النبطية واثنان في البقاع لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان على لبنان إلى ألفين وستمائة وثلاثة وخمسين إلى جانب الثني عشر ألفا وثلاثمائة وستين جريحا استشدى ثلاثة وعشرون سوريا ضمنهم أطفال إثر المجزرة التي ارتكبها الكيان الصيوني مساء الجمعة في بلدة يونين بالبقاع الشمالي في لبنان وأعلن رئيس البلدية علي قصاص في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية انتشال جثامين ثلاثة وعشرين سوريا من بينهم أطفال إضافة إلى ثمانية جرحة بينهم أربعة لبنانيين من تحت أنقاض المبنى المدمر الذي قصفه طيران الصيوني مساء أمس الجمعة في بلدة يونين على طريق الدولية قرب محطة للمحروقات أفدت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان باستشهاد مسعف وشخص آخر في غارات صيونية على بلدات وقرى جنوب البلاد وذكرت الوكالة أن قصف صيونيا استهدف مركزا صحيا في البازورية في قضاء سور هدت الاستشهاد مسعف من الدفاع المدني وإصابة خمسة بجروح فيما أدى قصف صيوني طال منزل أهل حمادة إلى تدمير المنزل وارتقاء الشهيد وجرح شقيقه الذي نقل إلى عيادة في حي الصفة ببلدة دوير جنوب لبنان أعلن حزب الله اللبناني سبت قصفه بصواريخ قوات الاحتلال الصيونية في محيط بلدة عيت الشعب الحدودية أحدى النقاط الرئيسية التي تحاول قوات الاحتلال التوغل منها إلى جنوب لبنان وأورد الحزب في بيان أن مقاتله قصف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في محيط بلدة عيت الشعب حيث يخوض الطرفان مدن نهاية الشهر الماضي اشتباكات متقطعة من مسافة الصفر وفق الحزب فجرت قوات الاحتلال الصيونية السبت منازل سكنية في بلدة حدودية جنوب لبنان ضمن محاولاتها التوغل بريا في إطار عدوانها المتواصل على البلاد نهاية الشهر الماضي وأفدت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية اللبنانية بأن قوات الاحتلال عمدت إلى تفجير وهدم منازل سكنية في الأحياء القريبة من الشريط الشائك في بلدة عديسة دون الكشف عن خسائر بشارية أعلنت وزارة صحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء في صفوف المسعفين منذ بدء العدوان الصهوني إلى 164 شهيدا وفدت وكالة الإعلام اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة بأن مصعفا استشهد جراء استهداف مركز طبي في قضاء صور ما يرفع الحصيلة في صفوف المسعفين منذ بداية العدوان على لبنان إلى 164 شهيدا وإصابة 275 أخرين أعلنت القوات الدولية يونيفل عن انسحاب جنودها قبل يومين من موقع مراقبة تابعة للقوة في بلدة الظهيرة الحدودية في القطع الغربي في جنوب لبنان بعد تعرضه لإطلاق النار من قوة الاحتلال الصهوني بيان للقوات الدولية أفاد بأن جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من الظهيرة كانوا يراقبون قوة الاحتلال وهي تقوم بعملية تطهير للمنازل القريبة وعندما لاحظت قوة المحتل أنها تحت المراقبة أطلقت النار على الموقع فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة أخبارنا متواصلة حيث وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي منددة بحالة الاستهتار بأرواح المدنيين في مناطق النزاع والحروب ونددت رئيسة الهيئة مريانا سبونجاريك السبت بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي خاصة في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الصيونية على فلسطين ولبنان سبونجاريك شددت على أن مفتاح إحلال السلام هو احترام الإنسانية مشيرة إلى إحصاء أكثر من 120 صراعا مسلحا حول العالم إن احترام القانون الإنساني الدولي أمر بديهي لكن لسوء الحظ ليس هذا ما نراه على أرض الواقع فالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في تزايد إننا نواجه أكثر من 120 صراعا مسلحا حول العالم وعدد ضحايا المدنيين والزيادة المضردة في أعداد النازحين أمر غير مقبول المساعدات الإنسانية لم تعد قادرة على مواجهة مثل هذا التحدي لن تكون قادرة على ذلك أبدا إن مفتاح إحلال السلام هو احترام الإنسانية نحن حراس إرادة الدول التي صادقت على اتفاقية جونيف لتجنب تكرار وحشية الحرب العالمية الثانية لا نريد العودة إلى الماضي انتخبت الجزائر والسبت نائبا أول لرئاسة البرلمان العربي ممثلة بفؤاد سبوت عضو مجلس الأمة الجزائري بيان للغرفة العليا للبرلمان الجزائري أوضح أنه تم خلال جلسة إجرائية بمقر جماعة دول العربية بالقاهرة تجديد هيكل البرلمان العربي وهيئة مكتبه التي تضم أربعة نواب للرئيس وأربعة رؤساء لللجان الدائمة وأسفرت العملية عن انتخاب الجزائر نائبا أول لرئاسة البرلمان العربي ممثلة بفؤاد سبوت عضو مجلس الأمة وذلك بمجموع 58 صوتا ويشكل تولي الجزائر منصب نائبي أول لرئيس البرلمان العربي بحسب ذات البيان فرصة جديدة لتكريس مساهمة البرلمان الجزائري في تفعيل أليات العمل البرلماني العربي المشترك وإبراز مواقف الجزائر بخصوص أمهات القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة تسارع الجزائر الزمن لاستكمال مشاريع محطات تحلية مياه البحر بتخصيص جسر جوي للسراد الأجهزة والمضخات وربح الوقت مما سيسمح باستكمال المشاريع الضخمة في ظرف قياسية بعد استلامها أول شحنة من مذخات قادمة من اليابان موجهة لتشغيل أربع محطة كبرى لتحلية مياه البحر الشهر الماضي تستقبل الجزائر شحنة جديدة من التجهيزات والمعدات المنقولة على غرار مغيرة السرعة المحركات بالمحطات عبر جسر جوي على مدار شهر عوض الشحن البحري يؤكد على إصرار صانع القرار في الجزائر الإسراع في عملية إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسليمها في آجالها المحددة وتم رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى تسعة عشر محطة إلى غاية نهاية سنة ألفين وأربعة وعشرين إذ جرى برسم البرنامج الأول إنجاز أحد عشر محطة على الشريط الساحلي بقدرة انتاجية تبلغ اثنين فاصل أحد عشر مليون متر مكعب يومياً كما إنجازت الحكومة في إطار المخطط الاستعجالي ثلاثة محطات أخرى بقدرة سبعين ألف متر مكعب يومياً موازاة مع إنجاز خمس محطات إضافية بعنوان البرنامج التكملي وهو ما سيوفر واحد فاصل خمس مليون متر مكعب يومياً بخمس ولايات في أواخر السنة الفين وأربعة وعشرين وتهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه الفين وواحد وعشرين الفين وثلاثين إلى تلبية حاجات الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر بنسبة تصل إلى ستين بالمئة هذا وتستثمر السلطات الجزائرية اثنين فاصل أربعة مليار دولار في المرحلة الأولى والثلاثة مليارات دولار أمريكي في المرحلة الثانية وستكون كل منشأة من المشآت الأحد عشر قادر على إنتاج ما يصل إلى ثلاثمائة ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً وسيبلغ إزماري الطاقة الإنتاجية نحو خمسة فاصل ثمانية مليون متر مكعب بحلول عام الفين وثلاثين ارتفع إنتاج شركة إني من النفط والغاز بالجزائر وليبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة تسعة في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام الفين وثلاثة وعشرين وكشف تقرير لمنصة طاقة المتخصصة عن ارتفاع إنتاج الشركة الإيطالية للمحروقات بالجزائر وليبيا خلال الربع ثالث من العام الجاري بمقدار ثلاثة عشر ألف برميل إلى مائتين وتسعة وتسعين ألف برميل من النفط المكافئي يومياً تشارك جمهورية الصحراوية السبت في الاجتماع رفيعي المستوى حول ترقية السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا الذي يركز هذا العام على مدى تأثير واستدامة الدبنواسية الوقائية والوساطة للاتحاد الإفريقي الاجتماع ينعقد في عاصمة كوديفور أبي جون بحضور شخصية قرية ودولية فاعلة وبإشراف وتنظيم مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي ويشكل تعزيزاً لدور الاتحاد في الوساطة الجارية وعمريات السلام الأخرى في القرى وسيسمح لقاء بتبدل وجهات النظر بين صانعي القرار والوسطاء في الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلاح في شأن آخر شدد الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة على ضرورة مضعفة الجهود لتصدي لكل ألواع الجريمة ولفرض أحترام القانون الرئيس سعيد خلال زيارة أجرها إلى مقر وزارة داخلية واجتماعه بكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وعدد من القيادة الأمنية شدد على إنفاذ القانون ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها في البلاد أذى وحظة الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تدارك النقائس المسجلة في مشاريع تهيئة الجارية وسط العاصمة قيس سعيد ولد معاينته لتقدم أشغال إعادة تهيئة دار الثقافة ابن خلدون أمر بضرورة الإسراع في تدارك النقائس لأنه لا يمكن القبول بترميم ظاهري ولا بأنصف الحلول على حد تعبيره كما زر الرئيس التونسي إثر ذلك ساحتي برشلونة والمنجبالي وسط البلاد وحظى كذلك على إعادة تهيئتهما على غرار ساحة باستور وفق بيان لرئاسة التونسية نفى صندوق النقد الدولي وجود أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص الاتفاق على تمويل جديد وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية وتعلى همش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور على حاجة الاقتصاد التونسي إلى تعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل وإرساء إصلاحات كفيرة بتحفيز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص في ليبيا أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعملية الأمنية السبت إحبط محاولة تهريب 14 مليون دولار خارج الأراضي الليبية وذكرت الهيئة الليبية في بيان أن فرعها في المنطقة الوسطى تمكن من الإطاحة بتشكيل عصبي متخصص في تهريب العمولات الأجنبية والمعادن الثمينة خارج الأراضي الليبية بعد ضبط أحد أفراد العصابة في أثناء محاولته تهريب 14 مليون دولار بالإضافة إلى سبائك عدة من الفضة كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة نقلة في السودان قتل 124 شخصا في أحدث موجة عنف لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط البلاد وفدت صحفة المشهد السودانية نقلا عن شهود عيان بأن حصيلة قتل بلدة السريحة في شمال ولاية الجزيرة ارتفعت إلى 124 قتيلا برصاص قوات الدعم السريع في حين ذكرت وكالة فرانس بريس عن تنسيقية لجان المقاومة أن قريتي السريحة وأزرق تتعرضان لإبادة من قبل قوات الدعم السريع التي تحاصر وتقصف البلدتين أكد الرئيس السنغالي باسيرو ديومايفاي الجمعة أن الانتخابات التشريعية المقررة في 17 نوفمبر المقبل ستكون حرة وشفافة دعيا الفعالين السياسيين إلى الحذر من أي تجاوز فاي في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة السنغالية حتى الأحزاب السياسية الفاعلة على تجنب التجاوزات في خطاباتهم وأفعالهم مضيفا أنه على الجميع ظهر المسؤولية وضبط النفس والاعتدال أتمنى لجميع السنغاليين وجميع الأطراف السياسية حملة انتخابية سليمة وكريمة وأضمن أن تكون هذه الانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة من المؤكد أن التحديات عديدة ولكن أود أن أؤكد من جديد وبكل اقتناع أن السنغال تسير على طريق تعافي وقد بدأت تظهر ثمار إصلاحاتنا من خلال نتائج ملموسة وقبل كل شيء ستلاحظنا ذلك في الأشهر المقبلة قتل عشرة أشخاص على الأقل السبت في جنوب شرق إيران في هجوم مسلح وقع في منطقة تشهد اضطرابات في سستان بلوشستان البحاذية لباكستان وأفغانستان وذكرت وكالة مهر وتسنيم المحلية أن عشرة أشخاص قتلوا في عمل وصفته بالإرهابي وقع في منطقة تفتان ضد آليات للشرطة بدون أن توضح طبيعة الهجوم قتل ثمانية أشخاص السبت في باكستان بينهم ستة من قوات الأمن على يد انتحاري فجر نفسه قرب حاجز للشرطة والجيش وفدت وكالة فرانس براس نقلا عن ضابط وصفته بالكبير في الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة خطرة مشيرة إلى أن المهاجم كان يقود سيارة عندما اقترب من الحاجز قبل أن يفجر نفسه قتل خمسة أشخاص جراء ضربات صاروخية روسية على مدينة دينيبرو في وسط أوكرانيا فيما قتل شخصان في هجمات على كييف ومحيطها وقال حكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك في وسط أوكرانيا سيريغي لساك قتل خمسة أشخاص في دينيبرو من بينهم طفل وأصيب 19 أخرون بجروحة مضيفا أن الضربات الليلية ألحقت أضرارا بأبنية عدة وأسفرت ضربات ليلية منفاصلة على العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل شخصين في ضربة مسيرة هذا وأعلنت روسيا السبت السيطرة على بلدة جديدة في منطقة دونياتسك وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لحصيلة عملياتها العسكرية أن قواتها سيطرت على بلدة أليكساندرو بول في منطقة دونياتسك على الحدود الروسية الأوكرانية أفدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية بيان للدفاع الروسية على تيليجرام أكد أنه تم إيقاف هجوم من كييف باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية وإسقاط مسيرات فوق مقاطعات كورسك وبلغوروت ارتفعت عقود الغاز الأجلة في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ ما يقارب سنة وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى القارة العجوز عبر أوكرانيا وصعدت العقود الأجلة للوقود الأزرق لشهر نوفمبر المقبل بـ 2% لتتجاوز 480 دولارا لألف متر مكعب وصعدت العقود الأجلة للغاز لشهر ديسمبر 2024 بـ 1.2% إلى 439 دولارا لكل ألف متر مكعب أدانت وزارة خارجية كوريا الشمالية السبت المناورات المستمرة التي تجريها الولايات المتحدة وحولفاؤها في كوريا الجنوبية وصفة واشنطن بأنها المسؤول الأول عن تصاعد في المنطقة رئيسة دائرة السياسة الخارجية لكوريا الشمالية أكدت في تصريح صحفي بأن تدريبات التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحمل طابعا هجوميا وعدوانيا وتمثل استفزازا عسكريا خطيرا للغاية يهدف إلى توجيه ضربة وقائية ومفاجئة لكوريا الشمالية في أخبار أرياضة أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارها بخصوص المباراة التي كانت مقرارة بين المتخب الليبي ونظرية أنيجري لحساب تصفية كأس أمم أفريقيا الفين وخمسة وعشرين واعتبرت الهيئة الكروية لاتحاد الليبي لكرة القدم مخالفا لمادة الواحدة والثلاثين من لوائح كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى المادتين الثانية والثمانين ومائة وإحدى وخمسين من قانون الانضباط للكاف وبالتالي خسارة ليبيا على البساط بنتيجة ثلاثة لصفر مع تغريم الاتحاد المحلي لللعبة بخمسين ألف دولار أمريكي تدفع خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القرار كما أكدت لجنة الانضباط رفضها جميع طلبات أخرى أو التماسات التعويض ختم نشرة شكرا لكم على طيب المتابعة تبقى روابط الإلكترونية الخاصة بالقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة